قبل عشرة أيام مرت الذكرى ربع قرن على اغتيال مع طوبل والناس فربما من ناحية تاريخية ستكون نحن اليوم أيضا في يوم تاريخي قد يكون مفيد أن نذكر كيف اغتيل هذا الرجل ولماذا اغتيل ومن حقيقة الذين اغتلوه خاصة للجزائريين خارج منطقة القبائل في منطقة القبائل في الغالب الناس تعرف في الغالب أو على الأقل عندهم فكرة عن ذلك لأنه مع طوبل والناس كان ولا يزال ربما هو أشهر شخصية في منطقة القبائل منذ أن بدأ يعرف مع 78 مع نهاية 78 بدأ كشاعر وكمقني وكصاحب رأي وكصاحب فكرة في الدفاع على الثقافة الأمازيغية القبيلية بالذات ويعني أنشد عشرات الأغاني والأشعار وكان عنده موقف وعنده موقف متمرد من السلطات الحكم حتى أنه أصيب في 5 أكتوبر والكثيرين يعتقدون 88 بنغم أنها 5 أكتوبر 88 كانت محدودة في منطقة القبائل لكن أصيب برصاص الدرك والكثيرين كانوا يعتقدون يومها أنها محاولة اغتيال أعتقد أنه حتى هو كان قال بأنها محاولة اغتيال لكن جاءت هذه الفرصة بما أن الكادياس اللي تحدثت على بعضهم تحدثت على الأجزاء الصغير ما زالت كان أجزائي حقيقة خرجوا أخته سيدة ملكة معطوب وهي عندها اسم آخر الحقيقة اسم تعزوجها لكن المهم إذا معروفة أكتر بملكة معطوب خرجوها باش تدافع ليهم وتهاجمني طبعا أنا بالنسبة لي الانتقادة والهجوم هذا لا يغير عندي أي شيء والحمد لله ولفت على الهجومات ولفت على الانتقادات الحقيقية وغير الحقيقية ولفت على الهجومات البائسة ولفت على الذباب ولفت على هذه الأشياء إلى درجة أنه أصبح جلدي أقوى وأخشا من جلد التمساح يعني صراحة والله لو يخرج أهل الصين والهند جميعا ويهاجموني وأنا نعرف رحي إلى حق ما تراجعت مليمتر واحد فهما شافوا بأن الحل الوحيد لأن بعض ما كنت أدليت به وبعض ما صرحت به وبعض ما قلت من حقائق أنا ما كانتش تصريحات سياسية كانت نقل لحقائق ولفساد عالم يعني كثيرين كانوا يعرفوه في منطقة القبل ويعرفوه جيدا لكن كانوا يسمعوه في بعضهم البعض جماعات صغيرة هكذا والله خوف بالاعتقال فمن بعد حديثي أصبحوا كأنه دار النيفلمو دار هكذا وصل إلى كثيرين وأصبح الحديث بتاعه كثيرين قالوا لي بليروا الحديث العام والخاص بعض ملفات الفساد اللي كشفتها فرأوا بعد أن بقاوا حوالي ثلاث أسابيع أربعة أسابيع لأن هذا الموضوع أنا بديته من حوالي أكثر من أربعة أسابيع أكثر أكثر خمس أسابيع بعد أربعة أسابيع من التخبط حاولوا خرجوا واحد هنا واحدة لهي ما جبتهم حتى نتيجة قالوا باللي الحل الوحيد أنهم يجيبوا أخت مع طبل والناس اللي مازال يلقى بعض أخوان القبائل اللي تحدثوا معايا قالوا لي مازال هو الشخصية الأولى في منطقة القبائل حتى بعد موته بخمس وعشرين سنة لماذا بقى مع طبل والناس كين مرات الناس بعد فترة معينة يبدأ يخف تأثير تاحها لأنه في الحقيقة هو ترك مجموعة كبيرة جدا من الأنشيد والأغاني المعبرة عن الاعتراض عن التمرد عن رفض النظام العسكري عن أشياء كثيرة جدا كما قلت المغلفات يقدروا الناس يختلفوا مع بعض الآراء مثل مع طبل والناس لكن اللي أكيد مثل الناس اللي يختلفوا مثلا مع آراء نينسل مانديلا أو اللي يختلفوا مع آراء شيكيفارا أو كاسترو اللي يعتبروا فواري لكن الأكيد أن أي واحد منصف يعرف بأنه كان متمردا على السلطة المركزية اللي تمرد عليها شعب جزائري عدة مرات فالحقيقة وكان الحراكة هو أبرز تجليات تمرد شعب جزائري السلمي لكن لماذا انتهى به الأمر إلى الاغتيال مش رحنا نتحدث قبل ذلك ربما فقط بعض الإشارات مثلا مثل تم خطفه في 94 مثلا وبقي مخطوفا لعدة أيام وكان هناك آنذاك فوضى عارمة وغضب عارم واحتجاجات عارمة أحد الذين أشرف فيما بعد على الاعتقال التقيت هنا في لندن وحكى لتفاصيل تفاصيل طبعا هذه المجموعة اللي اعتقلاته فيما بعد أطلقوا صراحه أطلقوا صراحه بالرغم أن حكموه وأطلقوا صراحه لأنه كان عندهم الإشكال الكبير هل معطوبلوا الناس عندما يقول الكتاب الملعون هل ماذا كان يقصد به هذا اللي كان مشرف كان هو مشرف رئيسي على الموضوع قال لي أنه معطوبلوا الناس أكد لهم وكلهم قبائلة اللي كان خطفوه في 94 وهما بالمناسبة هذه كانت جماعة مسلحة راحت إلى كانوا يروحوا يدوروا وإن كانوا يبعار وإن كانوا يهضروا مع الناس إلى آخره كانوا يديروا له المورال كي لي يعتقلوا كين إلى آخره فلقاوه ثم واحد عرفه وقال له ماذا معطوبل فالداوه فيحكي لي بدون أن ندخل في هذا التفاصيل كثيرا ربما يجي وقتها مرة أخرى قال لي بعد ما درنا النقاش معاه وكان نقاش مفتوح ولأنهم كعقبائل ينظرون تحافظين كعاغانيه وبعضهم هذو أصبحوا إسلاميين مسلحين فيما بعد هذو جماعة قبل أن تنقلب الجية وتصبح في يد المخابرات بداية من 95 هذا قبل 95 هذه وقت في 94 فروالي يوم ها قد يقول له يا ليت كون تعطيني فكرة على الله قال لي نقشناه خاصة في قضية الهجوم على الكتاب الملعون قال لهم بل الكتاب الملعون هو الميثاق قالوا له لم تكن تقصد أنه القرآن الكريم قال لهم لا لما كنا قصدنا القرآن الكريم إلى آخره إلى آخره قال لي اقتنعنا تماما خاصة أن نشفنا كثير أن نشيده وكلها كانت ضد النظام وإلى آخره إلى درجة يقول ولا يصلي معنا هذه رواية يعني ننقل في رواية أنت شخص روالي يقدر تكون هنا روايات أخرى مختلفة أو إلى آخره لكن بعد هذه الواقعة راح يبقى معطولون الناس ما بين الجزائر وفرنسا إلى آخره ويكون في لحظة معينة يقولون له بالذي يجبون لك التأشيره كان تزوج باش زوجته تروح هو ريج الكوارت في فرنسا وكان باش زوجته تروح إلى فرنسا يديها معاه فكان هناك مشكلة تأشيره ما تأشيره كان البعض وعدوه بالتأشيره وبعض القوم يقولون لهذا اللي وعدوه هم اللي دارولو البياش دارولو الخديعة فارجع من فرنسا في أيام قبل اغتياله هو اغتيله في 25 جوان على الواحدة وعشرين دقيقة طريق ما بين تيزي وزو وبنيدوالا دارك روح لبعض التفاصيل لماذا الأساس هو هنا اللي رح نقشوها اليوم بلد أكثر هو كيف قتل وأين ذهبت لماذا في منطقة القبائل كلها هناك قناعة ثابتة وراسخة أن اللي قتلوه هو الدياريس أن الدياريس هي اللي قتلاته وإن كان القناعة الراسخة أن المنفذ هو نوردين أي تحمدها والأرسدي عموما يعني فيه اتهامات وفيه كتابات وفيه من أنها الأرسدي نوردينة يتحمدها كان أنا ذاك يرأس ميليشيا وكان هو رقم 2 أو 3 في الأرسدي وساعد سعدي وتحت أوامر داريس داريس من كان؟ كان توفيق كان توفيق كان جنرال حسان كان جنرال كان جبار مهنة كان عقيد أنا ذاك إلى ذاكرتي جيدة وآخرين من كبار في المناصب تعدي آرس لكن ذكرت هذون خاصة لأنه هذون قبائل يعني هذون هما اللي كان هو يسميهم الكادياس قلنا نروحوا إلى جزء منها ورح نختموه بما حدث أيضا في قضية هذه التغييرات اللي حدثت والإحتمال كبير أن بن علي بن علي قد تمت الإيطاحة به مازال مش مؤكد لكن الإحتمال الكبير جدا أنه قد تمت الإيطاحة به وأنه في النهاية قد يجد نفسه في السجن رح نختمو بها هذا الموضوع القضية إذن تعود إلى 25 جوان في 25 جوان وفي طريقه هو كان يسوق في مرسدس وكان في طريق ما بين ابن دولا وتزيوزو خاصة في منطقة تسمى تالابونان تالابونان هناو القتل هو أصله من موسى توريت البلاجتاو وقتل في تالابونان القتل نصبه بمجرد أن قتل بمجرد أن تم اغتياله تم اغتيال معطوب له الناس خرجت جية بيان تقول بأن قتلوا مرتد الخطاب اللي كان معروف الجية بعد حنا اكتشفنا أن أكثر هذه الخطابات كانت تخرج من من كازيرنات عنطر من كازيرنات المخابرات يعني من يم السوس إلى درجة أنه مرة كتبت عليها ذاك الوقت نجلة فرنسية حتقدت اسمها الإكسبرس ولا لوبوان قالوا أن السلطات البريطانية وضعت أبو حمزة أبو حمزة هذا كان يناصر جية أنا ذاك بالرغم أن كل اللي كانوا معاها وقبلوا كل من فضع جية وقالوا أن هذه الجية أصبحت مخابرة هذا الكلام سبعة وتسعين ستة وتسعين سبعة وتسعين فقالوا أن البريطانيين وضعوه أبو حمزة تحت الرقابة الشديدة أنا ذاك كان تليفونات ما كانش لا واتساب ولا بايبر ولا هم يحزنهم فلما دروه تحت الرقابة طبعا عندهم بريطانيين والأمريكيين ومسيطرين على الأجواء عارفين وين ترح المكالمة وين جي المكالمة فلقوا أن المكالمات اللي يتكلموا مع أبو حمزة كلهم من ثاكناء في ابن ملسوس وكذبت عليها أنا ذاك الجرائد البريطانية وخاصة الفرنسية أنا كنت قريتها في مجلة فرنسية التي قيت متذكرها فالمهم كان هو رجع إذن من فرنسا وكان كل الهدف نتعوني يطلع زوجته أسمها نادية باش يطلعها معاه إلى إلى فرنسا ميناء يقيم لأنه كان هناك عنف وكان يعتقد بأنه على قائمة الاغتيالات راهي الآن الجزائر في الآن هذا كانت مرت بمجموعة كبيرة من الاغتيالات مجموعة كبيرة من المجازر الخطف إلى آخر إلى آخر كوارد حرب قادرة وكانت على تسعينات لكن كان جهة معينة أقنعوه بدل من أن يقول له يعطوا الفيزا المرت وتروح الفرنسا قالوا له لا رح انتع وقنعوه باش يجي وجاء بالفعل جاء هو يقول هذه كانت خطوكت بتها قالت بأنه يومين أو ثلاثة تكلم مع أحد أصدقائه في فرنسا قال له نظن باللي أني وقعت في فخ سيطل سيطل وانتع وانتع بصول ولم نعرف ما نفعل وانتع لا يتم اغتيالي هذه يومين أو ثلاثة قبل اغتيالي لكن قتل كما قلت وهو في السيارة في السيارة كانوا ثلاثة نساء التي زوجت واخوتتها ثنين وهو الساعة السيارة ألغ الغ 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 الرواية الرسمية قالت من أنه تعرض يليت المساعد لو كان يبعث للوثيقة تعريوية الرسمية نعارفها على كل حال لكن باش نقرأها حرفيا يعني رواية الرسمية لمقتل مع طبل والناس رواية الرسمية خلاصتها أنه وهو مار في الطريق إلى آخره تعرض إلى هجوم إرهابي بالرشاشات الإرهابية برشاشات كان في أيدي إرهابيين وأطلقوا 78 رصاصة على السيارة وعلى من كان داخل السيارة 78 رصاصة وأن اللي قام بهذا العمل هي الجماعة الإسلامية المسلحة الجية و الجية خرج بيان وتبنات هذا العمل إلى آخره إلى آخره طبعا خرجت أنا ذاك احتجاجات عارمة احتجاجات كبيرة جدا أكثر بكثير حتى من احتجاجات الاختطاف 94 لأن هنا أصبح اختيال وكثيرين صدموا لأنه كان بالنسبة إليهم يعبر عنهم في أشعار وفي أغانيه كان يعتبر هو الشخصية مش الوحيدة مش الأبرز فقط بل هي الوحيدة لأغلبية كثيرة خاصة الشباب يثقون فيها ويمنوا بها باعتباره أنه لم يقبل تحت أي ظرف وهنا ربما للناس كما يقولك لم يقبل تحت أي ظرف أن يمشي مع النضاع مع العصابات في حين آخرين قابلوا بعضهم دار ميليشيات بعضهم أصبح مسلح بعضهم بدعوة أنهم يحاربون الإسلاميين هو أقل هم هذي بنكون بالإسلاميين نحن مع الناش دخل فيها وما نجو لمع النظام ولا مع الإسلاميين وابقى في موقف محايد هذه كانت أعطاته حتى دخل القبيل كثير من أضافت له كثير من الشعبية متع الناس لأن الناس في عمومهم كانوا ضد العمل المسلح في عمومهم في منطقة القبيل كانوا ضد العمل المسلح الإسلاميين هناك إلى آخره ولكن كانوا أكثر كرهان للنظام القائم لأسباب تاريخية طول شرح هنا الأسرة نتاعه لم تقتنع أبدا بأن هذه هي وهذه بالذات اختو اختو أمه مثلا الجية رحمه الله أخته مليكة قالوا لهذه الرواية مهشة وخرجوا كثير من السياسيين والمناصرين له وقالوا بأن الاغتيال ولو ربما كانوا من منفذ الإسلاميين إلا أن النظام هو الذي قتلوا وأن الدياراسي التي قتلت وأن المنفذ الحقيقي مش حتى الإسلاميين منفذ الحقيقي هو نوردين أيد حمودة قبل بعد مرور سنوات جابت العائلة جابت ديزيكسبير من فرنسا باش داروا رجعوا شافوا السيارة المصار إلى آخرهم ماذا سيجدون سيجدون أنه في الحقيقة أول اكتشاف اكتشفوه أنه لم يقتل بل رفال بل أنه تم إخراج معطبلو الناس من السيارة وإخراج النساء اللي كانوا معاها من السيارة وضع النساء جانبا وهو جبدوه جانبا وحطوا له حب رصاص أبو بورتون على 10 أو 20 سنتيمتر في الجبه رصاص هناك هذه هي البتلات إذن لداروا الأوتوبسي وداروا فيما بعد التحقيقات وداروا كل شيء قالوا أنه قتل بحبة واحدة من الرصاص أطلقت على الجبه وأنه لم يقتل داخل السيارة كما قلنا أخرج من السيارة وتم التنفيذ ذلك وقالوا أن السيارة ضربت بـ 78 رصاصة لو كان بالفعل كان هو ومن معه داخل السيارة فمستحيل أن هذه 78 رصاصة ما تقتلش يعني يقعوا السيارة ما ضربها 78 رصاصة ما تقتلش الراكبات معها ثلاثة نساء زوجت وزوجت أخواتها إذن قالوا أن الرواية الرسمية هنا بدأت الرواية الرسمية تتهاوى يعني ما عندها تقييمة تزيد واش القاو نساء ونحاول لخص من تقرير القاو أن الرصاص اللي أطلق على السيارة هو من كلاشينكوف من أسلحة أوتوماتيكية تعلق كلاشينكوف لكن الرصاص التي قتلته كانت مختلفة وكانت من سلاح آخر مرجح جدا أنه كابوس تسطولي هذه ملخص هو طويل شوية الموضوع لكن هذا هو الملخص أنت الفريق اللي دار أعاد تمثيل ما حدث شاف سيارة درسها داروا داروا كل شي فخرجوا بهذا القناة هذا الكلام متى كان هذا كان في هذا كان تينيتي باليستيك فات بار إنكيب فرانسيز أطالبونان كي أصيجورني آآت دوالا في بني دوالا عشريا كانوا عشريا في بني دوالا يعني كانت قريبة من الواقعة ورحوا للمكان اللي قتل فيه كان هذا في نوفمبر 2011 بعد 13 سنة من اغتياله تقريبا 13 سنة وخمسة أشهر زيبت وشكاين أيضا قلت أنا الفيلاج موسى توريرت له هو توريرت موسى أنا فقط قلبت الأسم اللي هو ولد فيه هو بمناسبة ولد في سنة ستة وخمسين في جونجي ستة وخمسين على ما أعتقد وقتل في جوان ثمانية وتسعين يعني عاش ثمانية وتسعين سنة يزيدوا في التقرير بتاعهم إن كان مقطع ما لك نقرح لكم كما جاء لك نقرح لكم لك نقرح لكم ولكن كانت مركزة على لصيب اللي هو أعطب له الناس وبذلك لم تمس أي واحد من اللي كانوا راكبين معه من بعد راح يعودوا يكملوا ويقولوا أم فات أنه الاغتيال كان في الخارج أنه مخرجوا من السيارة حطهم على جانب السيارة النساء جانبا هو جانبا ويقتلو لأنه كما قلت التقرير طويل لكن ماذا حدث بعد ذلك بعد اغتياله قامت الديارس رسميا لأنه من بعد راح نلقاه في وثائق باعتقال شخصين اعتقلوا عبد الحاكم شنوي واعتقلوا مالك مجنون المعلومات هنا ما عنديش ما تعتقل عبد الحاكم شنوي ومالك مجنون عندي المعلومات مالك مجنون اعتقل في سبتمبر في 28 سبتمبر 1999 بعد سنة وثلاثة اشهر من العملية بعد 15 شهر كان جالس في كان جالس في مكان في دارهم راحولوا ورحت لهم المخابرات رحتوا الدارس واعتقلوا مالك مجنون ربما نلقى في فيما بعد عبد الحاكم شنوي وقتاش نظر عبد الحاكم شنوي اعتقلو في البدايات المهم اتهموا مالك مجنون وعبد الحاكم شنوي بأنهم شاركوا شي هما اللي قاموا بالاختيال بصح شاركوا في الاختيال وقالوا لهم قولوا لش كون اللي قام بالاختيال عبد الحاكم شنوي ومالك مالك مجنون كلاهما ظل يرفض رفضا مطلقا الاتهام إلى درجة أن مالك مجنون مثلا جاب خمس شهود كانوا معاه في هذا اليوم في رستوران يتغدى الساعة الوحدة ومع طوب كان قتل الساعة الوحدة وعشرين وهو قال من لي أنه على الأقل من الساعة الواحدة كان في هذا رستوران وبقى فيه وكان خمس شهود أثبتوا ذلك الحقيقة مالك مجنون خاصة كانت دارت عليه ضرجة كبيرة جدا لأن انتهام واضح أنه مفبرك حتى عبد الحاكم شنوي كانوا فيه الإعلام تكلم عليه وقالوا مفبرك والأسرة انتهى وقالت أنه انتهام مفبرك إلى آخره لكن اللي كان أكثر ربما وضوحا أن القضية مفبرك هو مالك مجنون جرت بعد ضغوطات إعلامية خاصة بعض الإعلام الليكتب في الخارج إعلام في الداخل انتفاضات مظاهرات احتجاجات بعدها جرت للمحاكمة انتع القتلى أو لبرزيمي كما يقال المتهمين بعملية القتل متى تمت هذه العملية تمت بعد 13 سنة الاغتيال كان في جوان 98 والمحاكمة كانت في جويل 2011 13 سنة 13 سنة والأسرة تعامع طبل والناس كما الأسرة انت عبد الحاكيم الشنوي وانت مالك مجنون يقولون نريد محاكمة الأسرة تعامع طبل الناس تقول نريد أريد الحقيقة والأسرة تعادوا المسلونين يقولوا باللي احنا عارفين باللي هما ما شاركوش وماوش متواجدين ولم يكن لهم أي علاقة بالموضوع ونريد ونريد أما تحكموهم وإما تطلقوا صراحهم ظل مالك مجنون وعبد الحاكيم شنوي أكثر من بالنسبة للمالك مجنون ظل 11 سنة وأشهر سجين وشنوي ربما أكثر من 12 سنة الأخطر بالنسبة للمالك مجنون لأنه اللي لقيت عليه معلومات أكثر أنه خذاو الدياراس إلى ما يسمى مركز عمتر وظل يعذب لمدة 7 شهر وأيام وأعتقد أنه فيه واحد الوثيقة التي تتحدث حتى تتحدث فيها هو على التعذيب الرهيب الذي تعرض له يعني طبعا حديثي لكم في هذا الموضوع لا نستطيع نجيب كل التفاصيل لكن نحب نعطيه بعض العناوين والناس يستطيع يبحثون أكثر لكن ومع ذلك خرجوا وقال أنا لست مشاركا ولم أكن حاضرا ولم أقم بقتله ولا أي شيء المهم صادر الحكم في جويلية 2011 والحكم كيف كان كان بأن تم حكم 12 سنة على ملك مجنون وعبد الحاكيم شنوي كانوا أصلا تقريبا قضاءوا 12 سنة في الاعتقال تقيلوا موندى الديبو دام 12 سنة حبس احتياطي دام 12 سنة كان واحد بقي له بضعة أشهر والآخر نظر بقي له بضعة أسابيع وأطلق الصراحة لماذا لماذا انتهوا بهذه القضية إلى هذه لأن في الحقيقة ما قدروش برغم بقاء هذا الناس عندهم طول هذه الفترة وبرغم محاولتهم إلبس هذه القضية للجماعة الإسلامية هي الجية التي تبنات زعمها هذا الموضوع لكن في النهاية البياس لم يركبوا مع بعضهم البياس لم يركبوا مع بعضهم يعني كل الروايات التي كان يجيبها البروكيرات الجنرال ويجيبوها من عند البوليس كلها روايات متهافتة متهالكة لا تنمشيش فقال لك اوكي دارك حنا هذا الموضوع يبقى صداع وخاصة ان داروا لفونداسيو معطبلوا الناس والناس في كل فترة والذكرى انت الموت انتاعوا يخرجوا يتظاهرون في السنوات الاولى كانوا يتظاهرون طول الوقت الى اخري قال هذا قلق راهي بايا دير محاكمة وامسح الموس في هذا الزوج وقال هذا الزوج اوكي ماشينتم واللي قتلتوا بسح كنتم شاركين يعطيهم 12 سنة واطلقهم يروح البارح اخذكرت لكم في اللايف انه من بين الغرائب هو انه عشور شلول نتاع روليفار واضع الرئيس الامن نتاعه شيف سيكيريتي نتاع الوتال نتاع روليفار نتاع فساد عظيم هو حكيم شنوي وتفاصيل تقول انه احتمالي كمعطوب شاركت ودعمت باش يكون لانها عندها علاقة صداقة مع شلول باش يكون المالك حاكم شنوي هو رئيس شيف سيكيريتي شي لا يصدق لا يعقل اذا كان بالفعل هذا هو القاتل كيفاش يكون في طبعا اسرة معطوبة عرب اللي مش هو القاتل الناس في منطقة القبائل اللي يعرفوا اللي مش هو القاتل الجميع يعرفوا اللي مش هو القاتل لكنها علاقة غريبة انه واحد كان منسوب للاسلاميين يجد نفسه شيف سيكيريتي في فندق انتاع عزكم الله انتاع فساد وضعارة غريبة جدا اكتر من ذلك ما زالت اسرة معطوب طبعا صرا خلاف فيما بعد ما بين يبدو ما بين زوجة معطوب وما بين اخته وامه لانه قالوا لها ان الزوجة ما قدمتش هادة كاملة مش عارف انا التفاصيل ولا اريد ان ادخل فيها لكن اللي همنا احنا اساسا بالموضوع هو ان الكرامة ونظمة الكرامة اللي العصابة ضلت شيطا فيها والذوباب بتاحهم الى اخير كتبت في خرجة بيان في سبعة أوت 2006 وقدمت بطلب من اسرة ملك مجنون رفعت قضية الى الامم المتحدة والامم المتحدة اصدرت بيان نددت فيه بالنظام الجزائري وانه لا يمكن اعتقال الناس لسنوات طويلة بدون محاكمة على ذاك الوقت كان هم سجونين عندهم سبع سنوات شنوي و ملك مجنون لكن اللي حقيقة اثارني في الموضوع هو ان منظمة الكرامة قالت في سبعة أوت 2006 قالت بانه محتمل جدا ان يتم ان تكون هناك محاكمة للمتهمين اللي احنا عارفين بالليمونش هما المتهمونش هما الفاعلين وانه راح نهار لحكمهم راح نشوفوا سنوات شحل قضاوا في السجن ويدرونهم حكم مقابل ذلك يعني لو كان يكونوا قضاوا عشر سنين يدرونهم عشر سنين لكنهم قضاوا عشر سنة دارونهم عشر سنة قضاوا تقريبا عشر سنة دارونهم عشر سنة غير باش يغطوا فترة الاعتقال التحفظي والله ما يسمى بالحبس الاحتياطي وهذه جريمة في حد ذاتها ان إنسان يحبس عشر سنة تقريبا بدون محاكمة في هذه حكمة الأمم المتحدة الآلية المتخصصة في هذا المجل اللي هي تعلية لديسباريسيون فورسي حكمت بالتعويض لمالك مجنون أسرة عبد الحاكيم ما رفعتش القضية فأسرة مالك مجنون حكمت لها الأمم المتحدة بأن الحكومة الجزائرية الدولة الجزائرية تقدم لها تعويضات وتطلق صراحه مباشرة منش عارف لو قدمروا تعويضات أم لا لكن الأكيد أنهم داروا عملية ربطوا هذه 12 سنة وداروا لهم حكم بـ 12 سنة مما يعني أنه لحد اليوم حتى من ناحية رسمية لأنهم يقولون مشاركوا وقال لهم شتما اللي قتلتوه قال لهم انتم مشاركوا في القتل طيب شكون اللي قتلوا النظام يقول جيا سكان المنطقة والأسرة وكثيرين والناس اللي داروا 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 يقولوا لا مستحيل هذا العمل اللي قام به كما قلت لكم قبل قليل أنه ناس كيمتريز لهم كانوا بيان رنسيني كانوا عارفون شيديرو القتل تم عن قرب أشياء كثيرة جدا مما يعني أنها بالفعل أكيد لا علاقة لها بما يسمى بلجية والحقيقة الجميع مجمع أو تقريبا الجميع في منطقة القبائل أن الدياراسي التي قتلته والمنفذ كان نوردين أيدحمودا مع وربما مشاركة من بعض أقطاب الأرسي دي خاصة سعيد سعدي وأعتقد أن أخت ما قبلوا الناس كتبت في هذا الموضوع وقالت في هذا الموضوع عدة مرات تفاصيل أخرى سؤال المطروح هنا على هذا لجب أن نرجع لهذا الموضوع لكي عندما نتكلم على الفساد العارب الذي تزيوزه الناس تكون عارفة بعض الخلفيات السؤال المطروح الذي يطرحه أي إنسان منطقي كيف تتحول أخت الربال أخت معطوبل والناس لمعارض للكادياس والذي هو نحتذ العبارة كادياس كابيد سيربيس والذي يظل في أشعاره في غناءه في نشاطه كله معارض للنظام وعلى رأسهم الكادياس معناه على رأسهم توفيق على رأسهم جبار مهنة على رأسهم معشور شلول على هذو اللي هما كلهم كادياس الآن ومش فقط كادياس كادياس وبعضهم جنيرالات وبعضهم بفنادق وأموال ضخمة وبعضهم ترجار مخدرات كبرى وبعضهم ترجار يعني شلول هذا عطين والمونوبول نتع بعض الأنواع تع الخمور ويوزعها في الجزائر وبالك حتى يصدر لإفريقيا ولا لتونس ولا إلى آخره هؤلاء أصبحوا أغنية وأثرية وبعضهم عندوا السلطة رهيبة وبعضهم عندوا إضافة إلى الغناء الغناء والثروة والثروة العظيمة عندوا أيضا نفوذ وكما قلت راني جبدت هنا فقط عشر شلول كواحد من الأمثلة لكنهم رأوا مجموعة كبيرة اللي هم الأيادي القادرة أنت عجب بارمهناء في منطقة القبائل وفي محاولة السيطرة عن طريق منطقة القبائل عدة طرق يستخدموها أهم طريق أهم وسيلة يستخدموها هي جيسكا لأن جيسكا بالنسبة لتيزيوزو وما جاورها يعني ولا يتيزيوزو ككل وما جاورها لا تمثل فقط فريق كورت خدم تمثل أيضا هوية تمثل أيضا مشروع نضالي تمثل أشياء كثيرة كيف وضعوا أيديهم على هذه كيف خضعوها إلى مصالحهم وإلى مصالح العصابات الحاكمة المخابرات الإرهابية كيف يصبحون كلهم في أيدي جبار مهناء اللي أيضا منطقة القبائل مجمعة على أنه هو هو اللي حرق حرق منطقة القبائل في الألفين وواحد وأيضا أمر ونفذ وعطى عوامر التنفيذ لقتل جمال بن سماعين كيف بعد هذا كله تنتقل أخت هذا المناضل الذي كان يرفض الكادياس ويرفض المخابرات الإرهابية تصبح وكأنها في أيديهم يستخدموها ويخرجوها بعد أن عجزوا على رفض أو على رفض يعني على أنهم يجدون أي شيء باش يقولوا بلي واش قلت أنا مش صحيح راحوا وكأنهم جابوها باش جانب عاطفي لعلها تأثر في بعض القبائل وتقولهم آه لا ومحمد العربي زيت سوت هذا ما لازمش تكلم على منطقة القبائل ويحب يضرب القبائل ويحب ما يحبش يكونوا مسؤولين في الدولة في القبائل آه الآن ملات قضية مسؤولين الدولة في القبائل القبائل ومسؤولين الدولة هذه الدولة لمستعمر الجزائر ككل حاشل الدولة في الحقيقة العصابات التي تتحكم في الدولة راح ينكسر الجزائر ككل راح والجزائرين اعترضوا عليها في كل مناطق بما في منطقة القبائل وربما واحدة من القلاع الرئيسية في معارضة هذا النظام وهذا الإجرام وهذا الحكم العسكري هل إذا أصبح جبار مهنة جنرال ماذا يفيد القبائل عندما أراه الآن شنغريحة قائد الجيش ماذا استفادوا الشاوية أغلبية مدن الشاوية ما عندهمش الماء عسب المثال لو كان جينا ننظروا لها بن العنصر يعني ننظروا لها بهذا الشاوي وهذا عربي وهذا قبائل ماذا استفاد مثلا ماذا استفاد أهل أهل الغرب اللي تبون من عندهم هوا دي كمشرية وما جاورها وعين الصفرة يعني راهي جحيم أكثرية أولاد المنطقة الغربية خاصة اللي قريبة من حدود مع المغرب رامدخلين من السجون على أساس أنهم تجار مخديرات إلى آخره وفي كثير من الأحالات في كثير من الحالات هو كذب وبعت لي واحد من الأفاضي لكن بعد أن ينشرها المساعد على كيفاش صديقه من سعيدة ما تفهمش مع البوليس تزايدوا شوية في الهدرة كان لقاوا عنده حبة أنتع مهلوسة حبة وبعد دلوله بالكمية وبأنه تاجر مخديرات وأنه وراهم سجنينه إلى آخره فقط لأنه تلاسل مع البوليس تزايد معه في الهدرة منطقة الغرب راهي مسحوقة منطقة الشرق راهي مسحوقة منطقة الجنوب أمس فقط كانت هناك مظاهرات واحتجاجات أمس وأول أمس وربما اليوم لكن هاك تشوفه ما سمعتوش بها وقليل أن نسمع بها أحتجاجات في ورق لا وحدث العاصمة وأوضاحة وأحياء الشعبية أي عاقل ما لازمش ينظر إذا هذا من بلادي والله هذا أنا قبيلي هو قبيلي أنا نفرح له نصفق له وهذا أنا عربي هو عربي نفرح له نصفق له وهذا شاوي هو أنا شاوي نفرحه لا 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 العقل المنطق هو أنقاذ البلاد وهؤلاء ما يفرقوش هما هما في السلطة ما يفرقوش هما في السلطة متعاونين جبار مهنة متعاون مع شنغريحة متعاون مع تبون متعاون مع بن علي بن علي متعاون هما ما يفرقوش في استعمارنا واحتلالنا وقهرنا ونهبنا ويدخالنا للسجون وإضعاف المجتمع وتخريبه ما يفرقوش هما وإذلك أدعو السيدة ملكة رهو مش على نفسي والله العظيم لن يؤثر فيه شيء فأنا تعود على الأكاذيب الكبرى مش فقط على انتقاد هنا ولا لهيه وحتى انتقاد يعني أي واحد يشوفه يقول لك ناس سيد نبورت كوائد يعني أنا لا أريد أن الناس اللي شافوا فيه مناظر خاصة في المنطقة ودافع على قناعاته وعلى أفكاره وعلى ما يؤمن به وخاصة ضد الكادياس يجي الكادياس بالذات ياخدو خطو ويستخدموها ضد كل قناعاته وأفكاره وأرأو جزائري يجب أن تتحرر اليوم أنا في خمسة جويل يهاول بهذا اليوم جزائري مش حرة ومش مستقلة وخاض على القوى الخارجية وخاض على المافيا الداخلية وخاض على دمار هائل هاو صيف بالرغم سقطت الأمطار وغرقت عدة مدن قبل أسبوعين أو ثلاثة مع ذلك هاو صيف صائف وهاي الناس تعاني معاناة مرة من قطع الكهرباء اليوم فقط نتكلم مع أحد الفاضل إنسان فاضل قال لي حرقوا لي سخصيته لي عندي قال لي كان عندي لأن تري سيتي تجي وتروح ترناب تنقص تزيد طبعا كان يحرقوا له مجبر الكليماتيزر الكليماتيزر وكان يحرقوا الماشينة لأبي وكان يحرقوا الماشينة للماشين أخرين وكان يحرقوا له نشعر في التلفزيون إلى آخر الفرجدار إلى آخر ليس فقط قطعه لك الكهرباء و انقطاعات الكهرباء و جيطالها هابطة تحرق الكعلي ماشين والسوق فارغ و غالي جداً يجب أن تشري حاجة حقيقية تشري ماشين الافي ممكن تشريها بـ 12 مليون و 15 مليون يجب أن تخدم 6 شهر إذا كنت في الحد الأدنى لتشري ماشين الافي الذي يشريها القاوري في خدمة عنهار أو الإنسان اللي عيش في أوروبا ليس شرط يكون قاوري خدمة عنهار ونهار ونص أو نهارين يعني سبيل المثال فننصح هذه الأخت و أنا نسميها أخت يعني يعني كذلك كل مخاوتي و أخواتي إلا اللي هو عصابة أو يخدم مع العصابة أو أذنابها أو ذبابها هؤلاء ما لدينا علاقة بهم نسمي ننصح هذه الأخت أنها ما توسخش في باترنير لماش أنت أخوها وهو اللي حار بالكادياس تصبحية و كانها لعبة في يد الكادياس باش يجو كاش ما تنظفهم شوية يو الله جبر مهنع ومن معاه وشنقريحة ومن معاه وبنعلي بنعلي ومن معاه لو كان يدخلوا في أنهار و أنا كانت غير هذا وتوفيق ومن معاه ونزار ومن معاه لو كان يدخلوا في أنهار بل في بحار بل في محيطات أنت مخدومة غير للتنظيف ما يتنظفوا لا في الدنيا ولا في الآخر لا مع الشعب ولا ما يكتبوا التاريخ ومن معند الله أعظم